بعض الناس اللي كانت بتحاول النايل من كابتن سيد أو بتحاول تنتهز الفرصة كان كابتن جمال عبد الحميد اللي نسمع قال ايه على كابتن سيد عبد الحفيظ وأزمة الممر الشرفي نيجي بقى لمدير الكورة والنادي الأهل انت معمول ممر الشرفي وانت مسؤول فالمسؤول دوت لو كانت حسب من أول يوم طبعا أستاذ هاني شاكر جاب حتة كده من الأستاذ أحمد مجاهد ما يقول لك أنا اللعيب النادي الأهل كان يتويه في أربع ماتشات قل ليه أربع ماتشات فأنا قلت ماتش واحد فمعلش ماتش واحد ماتش واحد علشان عنده ماتشات مهمة فده ما ينفعش ده دي لوائح فابتدى مدير الكورة يقول أنه هو قوي وما فيش حد ما يسمعش كلامه نيجي نقول مدير الكورة ده ما يجي يقول أنا الحاكم كلمني بالليل واعتذر ما فيش حد يحسبه فبرضو دي حاجة برضو تخليه أقوى من الأول مدير الكورة ما يجي يقول أننا بنكسب بنسقر لنادي الزمالك لنادي المنافس ما فيش حد يحسبه فمن حقه يعمل كده في الممارة الشرف ما فيش حد يحسبه أنا لو مسؤول في النادي الأهلي كنت لازم أحاسب أنا رقم واحد عمر السولية مرامة المديلية بتاعت أفريقيا صح وحاسب مدير الكورة إما حاسبهم هتلاقي ندل هل يتعدل إنما دلوقتي كل يقول لك لا ده إحنا نحاسب الاتحاد الأفريقي إن إزاي إزاي يعاقب عمر السولية إحنا نحاسب الاتحاد الكورة إن إزاي ولجنة المسابات عشان تحاسب سيد عبا حفيز وما يطلعش المدرجات ده إحنا نحاسب ومش اللجنة هل يتحسبه فبعدم المحاسبة خلاه يحس إن أنا مروحش الممر الشرف دوت وأنا مسلمش وأنا مش عارب لا لا ممكن يكونوا بيهانون مثلا على إن هو حسن فحارس خادفة أفريقيا أي طبعا فالموضوع وهمور الزمال الجنة هندي على الشناوي على فترة أحياه لو بتحاسب بقى خالد لو أنا بتحاسب لو أنا بتحاسب من الأول أعمل كده ففدل تسيب له تسيب له وأنت لو سيبت وسبت مرة واثنين يقول لك خلاص بقى أنا أركب وما فيش حد يقدر يكلمني فلا لازم يبقى فيه محاسبة المرادة لازم يمكن قبل ما أروح للكلام اللي تقال عن كابتن سيد أنا أعايز أقف عند جملة قالها كابتن جمال عبد الحميد وهي كان النادي الأهلي اتعدل أعتقد صعب قوي صعب قوي أن كابتن جمال عبد الحميد يجي يدينا دروس بعد السنين دي في إزاي النادي الأهلي يتعدل أو ما يتعدلش لأن يا كابتن جمال أحد الحاجات اللي كان بيعملها النادي الأهلي في وقت ما عشان يصلح كان إبعاد بعض اللاعبين اللي حضرتك كنت منهم فمش حضرتك تمر السنين دي كلها وإنت قاعد في ستوديو تقول النادي الأهلي كان ممكن يعمل إيه أو ما يعملش إيه عشان النادي الأهلي يتعدل لا مش حضرتك اللي هتعرف النادي الأهلي إيه الصح من وجهة نظر النادي الأهلي بيدي دروس إدارية وبيدي دروس في حاجات كتيرة جدا كل الناس بتتعلم منه النادي الأهلي ده اللي من شهرين بس كانت كل الناس بتقول شوفوا النادي الأهلي بيعمل إيه فاستغلال الظرف ده مش مسموح تاني حاجة لما أجي أتكلم على كابتن سيد هو إيه أساسا موضع النقاش وفكرة يتعاقب واتحاد الكرة هل الممر الشرفي ده يخضع للليحة لا لعيبة الزمالك عملته شيء رياضي ما نقدرش نتكلم فيه وإحنا مع أي حاجة لها علاقة بالروح الرياضي ولكن أنا عايز أشوف ده متصق مع سلوكيات اللاعبين وحنيجل ده وحنقف باللعبين وبالموقف ماهو القصة يا جماعة مش شكليات ماهو أنت ما تقوليش ممر شرفي وتبعد كده تشتمني ما تقوليش ممر شرفي وتروح تعمل للجمهور مسامع ماهو القصة مش كده إحنا بنتحك على بعض ولا بنتكلم في وقائع العملية هل إحنا بنتكلم بمنطق وبمعيار ولا لا لو بنتكلم بمنطق ولا معيار الممر الشرفي ده شيء من أنواع البروتوكول الغير متبع فيه بروتوكول متبع وبروتوكول غير متبع بروتوكول متبع يعني تعرف علي الجميع أنه بيعمله ما فيوش استثناءات تحول وكأنه ليح البروتوكول الغير متبع وهي فكرة زي دي تتعمل فجأة مافيش أي حاجة تلزم ولا تجبر كابتن سيد عبدالحفيز أنه يمشي من الممر الشرفي تاني حاجة بعيدا عن الافطراءات اللي بتحصل ده وانت بتطالب كابتن سيد عبدالحفيز يعمل سلوك معين أنت تفتري عليه في الكلام ويحصل افطراء عليه في الكلام وهو كابتن سيد اللي عمل قبل كده كذا اللي قال اللي كلم حاكم وقال الحاكم بيعتذر لي وده ما حصلش وردينا وقتها وقلنا ازاي ده غير حقيقي وما تقلش بالصياغة دي وتم تأويله يعني وانت عايز تقول الراجل مفترض كان يعمل كذا رياديا انت بتتهمه بسلوك غير ريادي هو اصلا ما عملوش يبقى عايزه يعمل ازاي وهو بيتلقى ده منك كابتن سيد اللي احنا بنحاكمه دلوقتي عشان ما شاف الممر الشرفي كلنا ودينا راسنا النحية التانية ودينا وشنا النحية التانية وهو بيتعرض لكل انواع النقد المباح والغير مباح صفحات بتسيق ليه ولشخصه ولأسرته مسئولين بيطلعوا يتجاوزوا في حقه ويتمو التامات خارج الرياضة اصلا ولا يمكن يتقبلها حد كابتن سيد تحمل كل ده عشان مسئول ينيجي بعد كده في لحظة هو بيحتنم فيها كرامته كابتن سيد بيحتنم كرامته لان الانسان اللي يتعرض لده وما ياخدش موقف زي ده يبقى شيء سعب جد اللاعبين تعاملوا مع لعبين زي ما عملوا لهم ممر شرفي وتعاملوا عادي انما اللي بيتعرض ليه كابتن سيد هو عن مستوى الانسان فنقدر الظرف على المستوى الانسان هو واضح ان فيه ناس بتحب عادي جدا بالنسبة لها انها توهان وتتعامل بشكل طبيعي وانا وانحنا بنتكلم كمان في الكابتن جمال عبد الحميد عن كابتن سيد عبد حفيز حتى الكابتن خالي لطيف يعني عضو مجلس دارة نادي الزمالك بيقوله ده حتى جمهير نادي الزمالك ندهت على الشناوي حضرتك بتقول كلام غير صحيح لان للأسف الكابتن محمد الشناوي كابتن النادي الاهلي لما راح يلب نداء جمهير نادي الزمالك فكانوا بينصبوله فخ فخ صغير قوي ما ينفعش يصدر ونبني عليه كمان ان الجمهير بنت لان جمهير نادي الزمالك تعرضت بالإساءة للكابتن محمد الشناوي فطبعا الكابتن محمد الشناوي تعمل بأخلاقيات كابتن النادل اهلي وحط ايديه على رأسه وحياهم ورجع وهو بتشتم ولكن الكابتن خالد لطيف واضح ان المفهوم الشتيم عنده مختلف الى حد بعيد فمش واخد باله ان الهتاب كان سباب ده رقم واحد رقم اتنين اذا كنا بنتكلم عن الممر الشرفي بالشكل ده وبالطريقة دي هو هل الممر الشرفي ده بيتعامل فقط لغير لما تكون الفرقة كسبانة يعني انت كسبان فتقدر تعملي ممر شرفي ومنتظر مني وانت بتسيق ليه ليل ونهار ان انا اعدي من الممر الشرفي واطلع اسلم عليك منتظر مني ان انا اعمل ده ولو ما عملتش ده ابقى مخطئ طب يا سيد انت عايز تشوف فيه خطأ طب الجانب الاخر المسؤولين في الجانب الاخر التنمر الاعلام المنتمي اللي بيسيق للكابتن سايد طول الوقت المتاربس للكابتن سايد في كل تصريح بتجذيب التصريحات لدرجة انت جبت له تصريح اصلا بماشر غال اعلامي نسبته ان هو مدير كورة بس كابتن جمال عبد حميد ده طبيعته وده دايما تصريحاته يمكن نكلم ووقف معنا كتير انا تقريبا كابتن جمال او معظم الوقت اللي بنجيب له تصريحات بتكون تصريحات كلها متنقضة ليه لانها كلها كلام مرسل انا طالع بقول كلام مرسل انا بغزي حاجة واحدة فقط عندي لغير النادي الاهلي هو اللي كشفني النادي الاهلي هو اللي عراني لما انا هجمت النادي الاهلي ليه؟ لان النادي الاهلي حاول بشكل كبير جدا يحافظ على صورة كابتن جمال عبد الحميد ولدرجة ان اخرج في هدوء بدون تشويه لأي صورتك او اي حاجة ولكن هجومك الشرس ومحاولة الكذب على النادي الاهلي خلت البعض مننا يوضح ان الصورة ما كانتش زي ما بيقول كابتن جمال وان بعد الاصابة راموني لا القصة مش كده القصة اصبحت معروفة للجميع فواضح جدا ان دي عاملة ازمة كبيرة جدا عند الكابتن جمال عبد الحميد فدايما اي حاجة متعلقة او اي حتى محاولة لخطأ ينسبه اصل الاهلي كان الاهلي كان المفترض يعمل كابتن جمال عمر السلية لما رامل ميداليا رامل ميداليا لان شارك ولعب مباراة كان واضح للجميع انها ما فيهاش اي تكافؤ فرص ده اعتراض طبيعي وربما انت مش هتستشعر ده ان المركز التاني لا يليك بالنادي الاكل لا يليك بالنادي الاكل والكابتن جمال عبد الحميد ما كانش هو الوحده كان ايضا الكابتن خالد الغندور وطبعا تاريخ لعب كابتن جمال عبد الحميد معروف وتاريخ ايضا لعب كابتن خالد الغندور موجود لما كتب بوست على الفيسبوك بيكلم برضو عن كابتن سيد وانتوا عارفين اي حاجة يعملها كابتن سيد فيه ازمة بقى شخصية هنا مع كابتن خالد الغندور وكابتن سيد عبد الحفيز لما قال هو ليه كابتن سيد خرقت بره الممر الشرفي واللي بيعبر عن الروح الرياضية هي دي حاجة عيب مثلا حاجة تقلل منك انت مدير الكرة لنادي كبير اسمه الاهلي ولابد ان تكون تصرفاتك بقيمة النادي اللي انت بتمثله وهذا هو اسوأ مشهد في المباراة امس المليئة بالروح الرياضية من جمهور للاعبين للمدربين وتواجد مؤمن زكريا اللي لعب لناديين وكل الجمهور تنريب اسمه وتتمنى له الشفاء كرة القدم خلقت للمتعة ده مين اللي بيتكلم ده اللي بيتكلم خالد الغندور خالد الغندور اللي انا ما شفتش في تاريخي وادراكي لكرة القدم تقرير حكم مباراة حتى الفاظ وخروج عن النص من لاعب في مباراة قمة ما شفتش انا يمكن لو حد عنده اي تقرير صدر عن لاعب في مباراة قمة بكم الاساءات والالفاظ الخارجة عن النص من الكابتن خالد الغندور لحكام المباراة في مباراة القمة اللي اتهزم فيها نادي الزمالك والواقع الشهيرة اللي الميكروفونات جابته اللي هو طالع اعترف بيها لدرجة ان والده ووالدته خجلوا منه من التصرحات دي هو ده خالد الغندور اللي جاي يكلم كابتن سيد عبد الحفيز ويقول له ده ممر الشرفي وان ده كل الصورة كانت جميلة إلا صورة خروج كابتن سيد عبد الحفيز خارج الممر الشرفي حضرتك لما النادي اللي قال لي فاس بالدوري اللي كابتن سيد عبد الحفيز قال يهمني في نهاية الموسم من بطل الدوري كان معملتش ليه ممر الشرفي يستقبل النادي اللي قال嘛 من المبراء اللي كانت تحسير حاصل اللي فاس فيها النادي اللي بعد فعل معلوق ولا هو الممر الشرفي وانت كاثبان فقط لغيره وفين الصورة الجميلة من الإساءات اللي حصلت في الاحتفالات من لعبة مع الجماهير مع نادي الزمالك كانت فين الصورة الجميلة دي هو ليه بنتغافل الصورة دي طب ليه بنتغافل أسباب أن كابتن سيد يعمل كده وإنت طول الوقت بتشاكك في بطلات النادي الأهلي بتشاكك في نزاية النادي الأهلي بتشاكك في الحكام اللي بيتعاملوا في رؤية النادي الأهلي طلعت أكتر من مرة اتكلمت عن مباريات فيها تفويت وطلعت عقبت على المباراة لأسوان وقلت أن النادي الأهلي دافع فلوس لفريق أسوان يقيم في فندق عشان يلعب في القاهرة وطلع أعضاء ومسؤولين في نادي أسوان كذبوك في اعتذرة النادي أسوان ولم تعتذر للنادي الأهلي هي كل أزماتكم مع النادي الأهلي عايزين تلخصوها في مشهد لحد معكم معها أزمة كبيرة جدا لأنه بيتصدق بمنطقة القوة لأي خروج عن النص أو أي أخطاء تحكمية أو أي شيء متعلق بفريقه بيحافظ على فريقه هي دي مشكلتكم مع كابتن سيدة عبد الحفيز لما كابتن سيدة عبد الحفيز خرج من المر الشرفي بمنطقة القوة اللي أنتوا عملتوها دي بتعملوها مع أي طرف آخر من وجهة نظركم بيعمل الموقف ده بتعملوها مع الطرف اللي بيسيه لكابتن سيدة عبد الحفيز اللي بيتنمر على كابتن سيدة عبد الحفيز ما بتعملهاش فبالتالي مفيش ميزان للمبادئ فما تجيش تحسبني وتتكلم بشكل أو بروح المبادئ وتلصق الأمر النادي الأهلي المفترض يعمل كذا والنادي الأهلي المفترض يعمل كذا وهذا لا يليك بالنادي الأهلي لا يا فندم لا يا فندم النادي الأهلي عارف كواس قوي اللي يليك به وعارف كواس قوي يتعامل مع أبنائه إزاي وإذا كان موقف الممر الشرفي دايقكم فتعالوا نوريكم مواقف أخرى ولكن قبل ما نوريكم مواقف أخرى احنا جبنا كبات لنادي الزمالك في الإعلام عندنا إعلامي معروف جدا وهو الأستاذ عمر قديم زمال كاوي والراجل طول الوقت زمال كاوي ولكن ساعات بياخد الأمور بشكل فيكم وبرضو بعض الوقت بيدي من تحت لتحت كده للنادي الآن كان له رأي في وقعة الكابتن سيد عبد الحفيز نسمع عشان نشوف الراجل ده كان بيتناول الأمر بشكل عامل إزاي ونرجع نعقب نشوف الفيديو سيد عبد الحفيز بغضب إيه اللي انت عملت مبارح ده يا سيد ده انت مدير كورة ومدير كورة في نادي كبير الحركة اللي انت عملتها مبارح وان انت ممشيتش في ممر الشرف ومشيت بره ممر الشرف حركة بلدي حركة بلدي حركة ما فيهاش أي أخلاق رياضية يا راجل هو جوه ممر الشرف دول هم كانوا عايزين منك إيه تهتعدي وسط إيه بيسقفولك بيحيوك ابتدينا نشوف الحركات الشيك الحركات الحلوة إنما سيد عبد الحفيز لا سيد عبد الحفيز قرر يعمل الحاجة اللي لو كان لعب عنده عملها كان هو لازم يعاقبه إنما مين اللي هيعاقب سيد عبد الحفيز ده انت مدير كورة ده انت اللي لازم تعلم اللعيبة القدوة انت لازم تبقى قدوة يا سيد سيد يا سيد انت جواك السود ده هو ليه انت باد لوزر ما تخسر يا أخي انتوا ليه ما بتخسر فيه ناس في الأهلي على فكرة ودي مشكلة البعض في الأهلي ما بيحفش يخسروا ما بيعرفش هو يابا أنا مخسرش أنا ما أنا مدخلش في التاع أنا سيد عبد الحفيز أنا نادي القرن لا انت لازم تتحلى وعلى فكرة سيد درياضة ده مش وظيفة انت لازم تكون نموذج ما يجي شاب في النشقين في الأهلي ولا في الزمالك يقول لك يا كابتن هو أنا يوم ما يعمل يقول له ممر الشرف ده وإحنا خسرانين أعمل إيه مش هتقول له ابقى امشي برة ومتاخدش الميداليا ومتسلمش ومتعملش لا يا سيد لا يا سيد كده غلط وسيد لازم محمود الخطيب يعاقبه وسيد لازم يوجه إليه اللوم وسيد لازم اتحاد الكرة يعاقبه ويعمله غرامة لأنه ما ينفعش الكلام ده أستاذ عمر أديب خمستاشر كلمة سيد 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 وده يعني اللي دارس علم نفسه عارف كواس أو يقديه مدى تأثير الكابتن سيد في عقل اللاوعي أستاذ عمر أديب لأنه صفته زمالكية بس عشان نكون منصفين للأمانة أستاذ عمر أديب لما طلع نادي الزمالك يرفض استلام مدليات المركز الثاني في أحد المرات الكتير اللي نادي الزمالك رفض يستلم فيها مدليات المركز الثاني طلع هاجم لعيب ينادي الزمالك بس مش بنفس القوة دي مش بنفس المصطلحات دي كابتن سيد ما جواهوش سواد يا أستاذ عمر أديب حضرتك بتقدس نفسك وبتقدر نفسك بشكل كبير جدا وأحيانا كتير بتحصل لك مواقف كتير ومشاكل كتيرة جدا مع شخصيات عامة بيكون مواقفك فيها حاد الطباعة جدا ليه بتنتزع أو عاوز تنتزع من الكابتن سيد عبد الحفيز إنه يمارس حقه الشخصي في إنه هو يرفض التعامل بروح رياضية مع ناس أسائت ليه منين الروح الرياضية وأنا بتنمر عليه منين الروح الرياضية وأنا متربس بيه كابتن سيد ما جابهوش أي سواد آه بدلوزر احنا نتمنى إننا نكون بدلوزر في بعض المواقف لما يكون المواقف دي خارجة عن إطار الروح الرياضية لا النادي الأهلي آه بيقرأ الخصارة بنتعلم في الناشئين إن أنت لازم المكسب عندك رقم واحد المركز الثاني زي المركز الأخير دي أسيات وقصص مبنى عليها النادي الأهلي ما أعتقدش ده ممكن تزعلك في شيء أساس عام لكن لما تنتقد كابتن سيد عبد الحفيز بمنطقة القصوى بالشكل ده كان لازم تنتقد أو توضح لقال ليه الكابتن سيد عبد الحفيز وصل إنه يتعامل بالشكل ده وإنه ما يسلمش على بعض الشخصيات لأنه بيتعرض لتنمر بيتعرض لإساءة وهو مش هيدر يرد الإساءة بإساءة ليه بقى مش هيدر يرد الإساءة بإساءة لأنه هو ده اللي احنا بنقول عليه هو ده النادي الأهلي المسؤول في النادي الأهلي بيكون مسؤول عن كل كلمة بيتكلم فيها ترجمة نانسي قنقر